يعني إذا عاوز ألم الموضوع أنه إحنا شفنا الكلمة قبل الخلق نعم مسحته منذ الأزل منذ الأزل وبعدين شفنا الكلمة في الخلق نعم ويعني في العهد القديم كمان في العهد القديم في العهد القديم وشفنا الكلمة في يحنى واحد في البدء كان الكلمة وأنت شرحت أزلية الكلمة معادلة الكلمة يسوع بالله وطبيعته الإلهية وعم نشوف أن قوة الكلمة أو الكلمة مازال يعمل أخبر باسمك إخوتي إخوتي أو إخوتي طب سؤال هل في بعد عمل الكلمة مستقبلا أو في الأبدية نعم حتى آخر سفر في الكتاب المقدس أول آية أبو كاليبسو إيسو كريستو إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ما زال الله يعلن عن نفسه من خلال الكلمة في كل الأمور المستقبلية إذن حتى كل الأمور المستقبلية التي ستحدث الكلمة بالفعل أعلن عنها في آخر سفر في الكتاب المقدس وهي سفر الرؤية يوحن اللهوتي نعم وأيضا في الأبدية عندما نصل إلى السماء الجديدة والأرض الجديدة هو الذي سيصنع السماء الجديدة والأرض الجديدة نعم وهو في الأبدية سيستمر في الإعلان عن الله وإحنا في الأبدية عندما نصل إلى المجد عندما نصل إلى السماء سيظل الكلمة في دوره مش فقط أزلا أعلن والعهد القديم أعلن وفي التجسد أعلن ولأن يعلن لكن سنزلنا سنزل سنظل نعرف الله في الأبدية من خلال الإبن ما الإبن الوحيد مش الذي كان والذي صار الذي هو في حدنا الآب هو خبر وهو يغبر وهو سيغبر طول الأبدية عش كده سنذهب إلى السماء سنراه في وسط العرش نعم سنراه في وسط العرش وستستمر معرفة الله من خلاله رسول بوليس يقول الآن نعلم بعض العلم لكن هنائذ سأعرف ستستمر المعرفة معرفة الله والعلاقة مع الله طول الأبدية من خلاله فهو الكلمة في الأبدية يعني أبقى بقرأ الآية في سفر رؤية يوحن اللهوت صح 19 بقول فإن شهادة يسوع هي روح النبوة نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر